السلام عليكم أنا محمد غنايم بداية أسأل الله أن تكونوا بأفضل صحة وحال من صوتي تعتقد أنك تشاهد ناشلينجيوكرافيك عندما يصبح الطبيب مريضا لا أبزع بما أننا أعتدنا أن نجتمع سويا أسبوعيا فأصريت اليوم على التواجد والحديث معكم وأحببت أن نتحدث إياكم عن موضوع الأمراض وأمر آخر رغبت بالحديث معكم به من فترة ولكن لم يحتحدث فرصة ثم لنبدأ من القصة هذه سيدة سيجرى لها عملية قلب مفتوح لتغيير صمام من صدمات القلب هذه عملية دقيقة وخطيرة نوعا ما المهم من واجبات طبيب التخدير قبل العملية أن يسأل المريض عن بعض الأمور قبل إجرائها حتى يكيف التخدير بناء عليه فالمريض أخبر ذلك الطبيب بكل ما لديها وأخبرت أنها قبل 18 عاما أجرت عملية قيصرية حدث معها مشاكل أثناء العملية تعامل الأطباء معها بذلك الوقت بصعوبة وقام الطبيب التخدير في ذلك الفترة بكتابة ورقة وأخبرها أن تعطي تلك الورقة لأي طبيب ستذهب إليه في المستقبل المهم أخذ صاحبنا خصة التخدير هذا أخذ تلك الورقة وقرأها يجد أنها تعاني من مرض وراثي يجعل المصاب به أكثر تأثر بأدوية التخدير عن المعتاد يعني أنه يأخذ وقت أطول في الإفاقة من التخدير بعد العملية مما يؤثر على وظائف جسمه كامل بعد العملية الأمر خطير يعني في حال لم يعرف الأطباء بذلك مسبقا إلى الآن الأمر عادي يعني طبيب قام بعمله والآخر أكمل بعده صحيح ولكن الغريب أن هذه الورقة كتبت قبل ثمانية عشر عاما والذي كتبها هو والد طبيب التخدير الحالي تخيل هذا الأمر صراحة فتح لنا باب التفكير والتفكر حول الموضوع الذي رغبت اليوم في منقشته معكم ألا وهو الإتقان يعني كيف لو كان الإتقان أساس الأعمال كيف ستكون الحياة حينها يقول الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه لذلك أيها الإنسان مهما كان مجالك مهما كنت من الأعمال تعمل يعني تخيل مثلا أن تتقن الدراسة وقت الدراسة كيف سيكون مجموعك يعني تخيل أن تتقن العمل وقت العمل كيف ستكون حياتك تخيل أن تتقن بر الوالدين كيف سيكون رضا الله ورضاهما عليك تخيل أن تتقن العبادة لتصلي لله وليس رياء يقول الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين حينها تأكد أن حياتك ستكون أجمل وحياة من حولك معك فلو ركزنا قليلا نجد أن الله سبحانه وتعالى خلق الحياة الدنيا أساسا ليرى من منه يتقن عمله يقول الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل أحسن عمل لذلك لما لا نجعل الإتقان عنوان ما سنقوم به ابتداء من اليوم لذلك أريد منك الآن أن تجلب ورقة وقلم وتكتب ما سأقول لك مبدئيا بتأكد لا أحد منكم قام يبدو أنكم كلكم مرضى مثلي لا أمزح على الفكرة أن تكتب ما سأقول فيما بعد أريد أن تكتب كلمة الإتقان على ورقة وتلسقها على جدار غرفتك حتى تراها دائما قد يسأل أحدكم الآن ويقول لماذا أفعل ذلك زرت في أحد الأيام حتى أصدقائي وعندما دخلت إلى غرفته وجدت حائطه مليء بالأوراق والعبارات الإيجابية مثلا لا تجعل الله أهون النظرين إليك فسألته مستعجبا لماذا تفعل ذلك لماذا تنصق كل هذه الأوراق على حائطك أبقيها في عقلك قال حتى تذكرني عيني عندما ينسى عقلي المهم قلت له بك في فلسفة يا عبب الفيلسوف ولكني في جوفي أعجبت بما قال وقام لذلك أنصحك به الآن ولكن حاول أن تلصق شيء خفيف حتى يعني لا تخرب الجدار طيب إتقان إتقان ما هو الإتقان الإتقان هو أن تبذل جهد وعناية ودقة في فعل الشيء يعني الآن أخبرني بما تفعل الآن تشاهد هذا الفيديو صحيح أليس من الإتقان أن تعجب به وتكتب تعليق إن يقبك أمزع في الله يا حبتي في الله شاركني برأيك في مكان التعليقات وبعيد عن المزح كن متقنا لأن ذلك هو سر النجاح ودنتم في أمان الله